بسم الله الرحمن الرحيم الحلقات ديت على طول ان شاء الله طبعا احنا هنبدأ ان شاء الله في الوحدة التالتة اللي هي وحدة الضوء احنا خدنا قبل كده وحدة المحاليل وحدة المحاليل قلنا فيها عرفنا فيها المحلول وذكرنا انواع المحاليل وقلنا ايه هي العوامل اللي بتوقف عليها تكوين المحاليل وبعد كده ذكرنا حاجة مهمة جدا اللي هي محاليل الحالة السائلة وقلنا محاليل الحالة السائلة ديت من اهم المحاليل اللي احنا بنشتغل عليها الجزئية برضو اللي تكلمنا عليها تكلمنا على المحاليل الغروية ودايما احنا بنشرك الشك النظري بالشك العملي عشان دايما احنا بنقول لما المعلومة بتسمعها غير لما بتسمعها وتقرأها غير لما بتسمعها وتقرأها وتكتبها عملي طبعا الجزء العملي بيثبت المعلومة اكتر اشراك اكتر من حاسة بيثبت المعلومة الجزء العملي في وحدة المحاليل اللي هو عبارة عن قياس تركيز المحاليل سواء المحليل السكرية او المحليل الملحية بواسطة جهاز اسمه الايدرومتر وجبناه لكم هنا في المعمل وعملنا طريقة قياس تركيز محليل السكرية وايضا قياس تركيز المحليل الملحية وقلنا الايدرومتر وحدة قياس للكسافة او تركيز المحليل وقلنا فيه عندنا نوعية من المحليل اللي احنا دايما بنقسهم أو هم اللي هيجولك في الامتحان العملي محلول سكري ومحلول ملحي وقلنا الايدرومترات اللي بتقيس تركيز المحليل الملحية عبارة عن البومية والسليومتر أما اللي بتقيس تركيز المحليل السكرية البالنج والباركس وقلنا الفكرة العلمية لعمل الايدرومترات لأن ده ممكن سؤال يجي فيه الامتحان النظري هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة وده أهم حاجة هو عبارة عن قاعدة أرشيميديس وقانون الطفل بعد كده دخلنا بعد ما خلصنا وحدة المحليل خدنا الوحدة التانية اللي هي وحدة الصوت في وحدة الصوت اتكلمنا على ايه هو الصوت ايه هي الموجات اللي بينبعث منها الصوت وقولنا انواع الموجات عندنا موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطسية والموجات الميكانيكية بتنقسم الى موجات طولية وموجات مستعرض طيب الجزئية المهمة اللي احنا اتكلمنا عليها برضو إيه هي التطبيقات العملية للموجات فوق الصوتية لأن احنا قلنا عندنا موجات صوتية اللي الإنسان بيسمحها أما الموجات الغير صوتية إما إن هي موجات تحت صوتية أو موجات فوق صوتية الموجات التحت صوتية اللي هي أقل من 20 هرتز أقل من 20 هرتز أما الموجات الفوق صوتية أزيد من 20 ألف هرتز يب احنا نقدر نقول الموجات السامعية من 20 ل20 ألف دي بتعتبر الموجات التي احنا الإنسان بيسمعها أما الموجات الفوق الصوطية أو الفوق سامعية دي بنقول عليها موجات فوق صوتية وتكون أعلى من 20 ألف زبزبة في السنية ودي بتقاس بحاجة اسمها الهيرتز أما الموجات التحت السامعية التي أقل من 20 زبزبة في السنة ده بالنسبة ليه الموجات واستخدامات الموجات الفوق صوتية قلنا بتستخدم في مجال الزراعة في مجال الطب في مجال الصناعة قلنا في مجال الطب إزالة بعض التقايحات علاج بعض الألام الروماتيزمية طبعاً الحاجات كثيرة أول في مجال الطب بتستخدم فيها الموجات الفوق صوتية بتستخدم أيضاً في الحياة الزراعية في مقاومة بعض الآفات والحشرات خاصة القوارد باستخدام أيضا الموجات الفوق صوتية الكشف عن الآبار الكشف عن الغواصات الكشف عن الطائرات ده كله بالموجات فوق الصوتية وحدة النهاردة وحدة جميلة قوي احنا بنتكلم عليها اللي هي عبارة عن وحدة الضوء طيب نبدأ مع بعض زمان كانوا الناس متخيلين ان الضوء ده بينبعث من الأجسام يعني انت شايفني دلوقتي علشان فيه ضوء منبعث مننا او من زميل ليك وانت شايفه لكن العلم بعد كده قالك لا ده فيه نظريات لتفسير الضوء الضوء بينبعث من الأجسام المتوهجة زي الشمس مثلا او اللمبة الكهربية طبعا كل الحاجات دي بينبعث منها الضوء ولذلك لما بنجي نعرف الضوء نقوله عبارة عن ايه هو عبارة عن احدى صور ايه الطاقة احدى صور الطاقة طيب فيه حد يقول لي يا مستر وفيه صور للطاقة اه طبعا الطاقة بالتعريب بتاعها هي عبارة عن ايه عبارة عن الشيء الذي لا يفنى ولا يفنى ولا يستحدث من العدم لا يفنى ولا يستحدث من العدم ولكن ايه طيب اللي بيحصل انه بتكون في صور للطاقة ايه هي صور الطاقة عندنا الطاقة الضوئية اللي هو موضوع النهاردة لما بنجي نعرف من الضوء بنقوله هو احدى صور الطاقة طيب هل يمكن تحويل صورة من الى صورة اخرى الطاقة الكهربية يمكن تحويل 와 يعني العكس يعني يمكن تحويل الطاقة الكهربية الى طاقة ضوئية عن طريق المصباح تمام طب الطاقة الكهربية يمكن تحويلها الى طاقة حرارية زي السخان والمكوه يمكن احنا ممكن نقعد بنا وبين بعض كده ونفكر ايه هي صور تحويل الطاقات مع بعضها طيب ايه هي انواع الطاقات اللي عندنا او صور الطاقة اللي عندنا عندنا الطاقة الضوئية الطاقة الكهربية الطاقة المغناطسية الطاقة الحرارية الطاقة النووية كل دي انواع من انواع الطاقة لما نجي نعددها نلاقي حاجات كتيرة قوي النهاردة بنتكلم على موضوع الضوء وقلنا الضوء هو احدى صور ايه الطاقة وهنقولك في حلقة النهاردة ايه هي نظريات تفسير الضوء العلماء لما جون فسروا الضوء فسروه ازاي لان بدأت تتطور الحاجات وراء بعضها يعني جاء العالم نيوتن والعالم هايجنز وبعض العلماء اللي هم اشتغلوا على نظريات تفسير الضوء لحد ما وصلنا الى التعريف اللي احنا بنقول عليه ان هو الضوء هو عبارة عن احدى صور الطاقة كل اللي انا عايز منك دلوقتي ان انت تجيب وراء وقلم لان في بعض التعريفات احنا عايزين نكتبها مع بعض علشان ايه ما ننسهاش اول حاجة هنعرف مع بعض الضوء تعالوا مع بعض كده نشوف تعريف الضوء هو عبارة عن ايه الضوء هو صورة من صور الطاقة ايه الدليل على كده الدليل على انه يمكن تحويل الضوء الى صورة اخرى للطاقة مثل تحويل الضوء الى طاقة كهربية طبعا ده زي الخلايا الشمسية اللي احنا عارفينها طبعا وطاقة حرارية زي السخنات الشمسية ده تعريف الضوء هو عبارة عن صورة من صور ايه الطاقة ده تعريف الضوء يمكن تحويل اي منصور الطاقة الى اخرى ممكن سؤال يجي لك يقولك عرف الضوء وهل يمكن تحويل اي منصور الطاقة الى اخرى اه طبعا مع ذكر مثال هنذكر له بعض الامثلة اللي احنا ايه اللي احنا قلنا عليها دلوقتي لكن الضوء هو عبارة عن احدى صور ايه الطاقة نشوف بعد كده اللي هي عبارة عن نظريات تفسير الضوء عندنا تلات نظريات لتفسير الضوء عندنا اول نظرية عندنا اللي هي عبارة عن نظرية الجسيمات لنيوتن نظرية الجسيمات لنيوتن طيب التلات علماء احنا قلنا عندنا تلات نظريات وسمية باسم العلماء اللي هم اشتغلوا عليهم اول نظرية اللي هي نظرية الجسيمات لنيوتن وعندنا النظرية الموجية للعالم ايجنز وعندنا النظرية الكمية لأينشتاين طيب نشوف النظرية الاولى لما يجي سؤال يقولك اذكر نظريات تفسير الضوء اذكر نظريات تفسير الضوء هنقوله بس ايه نظرية الجسيمات لنيوتن نظرية الموجية الهايجنز النظرية الكمية الاينشتاين طيب نعرب بقى كل نظرية من هذه النظريات نظرية الجسيمات لنيوتن قال ايه يعني تفسير نيوتن قالك الضوء عبارة عن ايه ينبعث من المصدر الضوئي على هيئة الجسيمات يعني بيقولك ان الضوء بينبعث من المصدر الضوئي على هيئة ايه على هيئة جسيمات أو دقائق من الطاقة تسير في خطوط مستقيمة وبسرعة منتظمة في الوسط الواحد وحجم هذه الجسيمات تتغير بتغير لون الضوء تاني نظريات تفسير الضوء قلنا عندنا ثلاثة نظرية الجسيمات لنيوتن اللي هي بتقول إن الضوء بينبعث من المصدر الضوئي على هيئة جسيمات عشان ما تنساش ركز على الجزئية دي الأول تمام؟ أما النظرية الموجية لهايجنز قال لك إن الضوء بينبعث على صورة موجات جه العالم أينشتاين قال لك لا ده الضوء بينبعث على صورة جسيمات وهي انتشر على صورة موجات تاني نظرية الجسيمات لنيوتن عشان أبنان الطلبة اللي بيكتبوا منول ينبعث من المصدر الضوئي على هيئة جسيمات أو دقائق منطقة تسير في خطوط مستقيمة وبسرعة منتظمة في الوسط الواحد وحجم هذه الجسيمات تتغير بتغير لون إيه؟ لون الضوء لأن احنا عندنا سبع ألوان للضوء اللي احنا بنقول عليهم ألوان الطيف نشوف تاني نظرية اللي هي نظرية الموجية لهايجنز بيقول إيه العالم هيجنز قال لك تصور هيجنز أن المصدر الضوئي يشع موجات كرية وهذه الموجات الكرية يكون مركزها هو مصدر الضوء يبقى العالم نيوتن قال لك أن الضوء بينبعث على صورة إيه؟ برافو على صورة جسيمات أما العالم هيجنز قال لك أن الضوء بينبعث على صورة إيه؟ على صورة موجات هذه الموجات يكون مركزها أصلا هو مصدر الضوء نفسه ويكون سطح الموجة عبارة عن مصدر سانوي للضوء تنتشر منه موجات كرية نشوف النظرية التالتة اللي هي نظرية الجسيمات النظرية التانية اللي هي نظرية الموجية لهايجنز النظرية التالتة اللي هي النظرية الكمية لأينشتين وقلنا عليها كمية لأنها بتجمع بين النظريتين السابقين هذه النظرية جمع العالم أينشتين بين نظرية نيوتن ونظرية هايجنز قال لك ايه اي جميع او جمع يعني بين ان الضوء عبارة عن جسيمات وموجات في نفس الوقت كان تفسيره ايه العالم اينشتاين هنشوف كده مع بعض افترض ان الضوء عبارة عن كميات متلسقة من الطاقة كل كمي تسمى فتون وهذا الفتون له طبيعة موجية اي ان له تردد وان طاقة هذا الفتون تتناسب طرديا مع تردده تاني افترض العالم اينشتاين ان الضوء عبارة عن كميات متلسقة من الطاقة كل كمي تسمى فتون وهذا الفتون له طبيعة موجية اي ان له تردد وان طاقة هذا الفتون تتناسب طرديا مع ايه مع تردده طيب قال لك ايه تاني احنا طبعا كلنا بنعرف ان الزرة مكونة من نواة النواة دي بتحمل شحنة ايه شحنة موجبة ويدور حولها الالكترونات اللي هي بتحمل شحنة سالبة وكل الالكترون يدور في مدار محدد له وله مستوى طاقة محدد يب احنا عندنا دايما كان دايما سؤال ييجي يقولك الزرة متعدلة كهربيا الزرة متعدلة كهربيا ليه لان جزء الزرة هي اللي بتتفاعل او بتتأثر بالطاقة علشان تتحول من صورة الى صورة اخرى طيب احنا عندنا دايما بنقول ان الزرة متعدلة كهربيا ليه الزرة متعدلة كهربيا لاني قلنا فيها نواة موجبة الشحنة طيب النواة بتحتوي على ايه لان النواة هي اللي بتركز فيها كتلة الزرة كتلة ايه الزرة النواة بتحتوي على ايه بتحتوي على بروتونات والبروتونات بتكون موجبة الشحنة وبتحتوي ايضا على نيترونات والنيترونات بتكون متعدلة الشحنة في مستويات طاقة أو مدارات حول النواة هذه المدارات أو مستويات الطاقة دي بنقول عليه مستوى طاقة بيمر فيه الإلكترون على حسب الطاقة بتاعته عندنا مستويات الطاقة اللي هي KNOPQ دول عبارة عن سبع مستويات للطاقة المستوى الأول بياخد اتنين إلكترون وكل ما بنتعب بتزداد عدد الإلكترون طيب الزرة لما بنبدأ نسيرها بأي حاجة أو بأي نوع من أنواع الطاقة الأخرى إيه اللي بيحصل الإلكترون بياخد طاقة أعلى من الطاقة اللي هي تخليه يمشي في نفس مستوى الطاقة أو المدار اللي هو ماشي فيه فبيحصل أنه هو بيبدأ يتحرك وينتقل إلى مستوى طاقة آخر طيب في حالة انتقاله ده هو بيكون محمل بكمية من الطاقة طوما بييجي يرجع لمستوى الطاقة بيفقد إيه مستوى الأول يعني بيفقد كمية هذه الطاقة يبقى العالم نيوتن قال أن الضوء بينبعث على صورة جسيمات العالم هايجنز قال لك أن الضوء بينبعث على صورة موجات أينشتاين قال لك لا ده الضوء بينبعث على صورة إيه على صورة جسيمات لكن بينتشر على صورة إيه على صورة موجات وفصر الحتة دي فعلا بإن إيه كل زرة فيها نواة النواة دي بتكون موجبة الشحنة والإلكترونات في مستويات الطاقة الخارجية تعالوا مع بعض عشان نكتب برضو نرجع لشاشتنا الجميلة ونشوف أن الزرة زي ما احنا قلنا هي عبارة عن أو بتتكون من نواة النواة دي بتحمل شحنة موجبة بيدور حولها إلكترونات تحمل شحنة سالبة وكل إلكترون يدور في مدار محدد له وله مستوى طاقة إيه محدد زي ما احنا لسه قيلين دلوقتي طب إيه اللي بيحصل بتسخين المادة يعني بتسخين المادة يعني احنا بندي طاقة تانية للإلكترون بدل ما هو كان بيدور في المستوى الأول لا بينتقل إلى مستوى آخر بتسخين المادة فإن زراتها تتزبزب أسرع وتصبح في نشاط كبير وكذلك الإلكترونات المحيطة بها تتحرك بسرعة إيه بسرعة أكبر طب إيه اللي بينتج عن كده وباستمرار التسخين إيه اللي بيحدث تحت هذه الظروف يقفز الإلكترون من مدار داخلي قريب للنواة إلى مدار خارجي أعلى في مستوى الطاقة ثم يعود مرة أخرى فاقدا الطاقة التي اكتسبها بالتسخين في صورة ضوء تاني يعني دايما إحنا بنقول إن الزرة زي ما احنا قلنا هي متعدلة كهربية طيب الإلكترون هو اللي بيكتسب كمية من الشحنة وهو بيدور في مدار حول النواة طيب لما بنبدأ في التسخين الإلكترون بتزداد السرعة بتاعته وبيكتسب كمية من الطاقة بيبدأ ينتقل إلى مدار إيه أعلى عن المدار اللي هو كان فيه عند عودته بيحصل إيه بيحصل إن هو بيفكد كمية الطاقة دي اللي هي بتنبعث فيه النهاية على صورة إيه على صورة طاقة ضوئية وفي نفس الوقت إن هو لما احنا بنكتب الحاجات دي لما بيفكد الجزء اللي هو أصلا اكتسبه أثناء التسخين بيعود لوضعه الطبيعي تاني طيب إحنا لو زودنا عملية التسخين برضو ولذلك إحنا دايما بنشوف إن الضوء بينبعث من الأجسام المتوهجة يعني إحنا لو مسكنا مصباح كهربي المصباح الكهربي فيه داخله سلك التنجستين سلك التنجستين سلك التنجستين ده مقاومته عالية جدا بمجرد ما بيمر فيه طيار كهربي والمقاومة زي ما احنا هناخدها في الجزء بتاع الكهرابية هي الممنعة التي يلاقيها الطيار الكهربي أو الشحنة الكهرابية أثناء مرورها في سلك كل ما تكون مقاومة السلك كبيرة كل ما تكون درجة الحرارة إيه أعلى فبالتالي بتبدأ تتوهج بدرجة أكبر طبعا عملية التطوير في المصابيح دلوقتي أصبح فيه لمبات لد والكلام ده استهلاكها للكهرابة بتكون أقل وإضائتها بتكون إيه بتكون أقوى نشوف مع بعض كده رسمة بسيطة عن الزرة نفس الكلام اللي احنا قلناه بالزبط ده الجزء الداخلي اللي هو فيه علامة بلس اللي هو عبارة عن النواه دي تركيب الزرة الزرة عبارة عن نواه داخلية موجبة الشحنة وإلكتورنات في المستوى الخارجي دي بنسميها مستويات الطاقة مستويات الطاقة اللي هي احنا قلنا عليها K, L, M, N, O, P, Q دي سبع مستويات للطاقة أعرفهم يعني طيب الإلكترون بمجرد بنسخن الزرة إيه اللي بيحصل الإلكترون بيكتسب كمية من إيه من الشحنة زيادة أو الطاقة زيادة فبتزداد السرعة بتاعته شايفين إحنا الإلكترون اللحمر اللي هو على الشمال ده اكتسب كمية من الطاقة فبدأ ينطلق من مستوى الطاقة بتاعه إلى مستوى طاقة آخر بمجرد ما الطاقة تبدأ تقل شوية بيبدأ يعود الإلكترون أهو شوف الإلكترون اللازرق اللي هو على عدنا اليمين دوت علشان يرجع يعود لمستوى الطاقة بتاعه الأصلي تاني بيفكت بقى كمية الطاقة اللي هي بتمبعث في النهاية على صورة إيه على صورة ضوء ده تفسير أينشتاين للضوء إن الضوء بينبعث على صورة جسيمات وبينتشر في النهاية على صورة موجات بيكون مركز خروج هذه الموجات هو مصدر الجسم المضيء طب نشوف مع بعض تعريف الضوء بقى تاني هو إشعاعات كهرومغناطسية إشعاعات إيه كهرومغناطسية تصدر عن الأجسام المضيئة لها زبزبات ذات مدى معين وتختلف باختلاف المصدر الضوء طيب لما نجي نجي نفرق بين الصوت والضوء قلنا الصوت بينبعث من الأجسام المهتزة ده الصوت أما الضوء بينبعث من الأجسام المتوهجة طيب الفرق بين الاتنين لما جينا تكلمنا على الموجات أنواع الموجات في الوحدة بتاعة الصوت قلنا إيه قلنا الموجات عندنا ولذلك لما يجي لك سؤال يقول لك أذكر أنواع الموجات بس إيه اللي أنت هتقوله هتقول عندنا موجات ميكانيكية وموجات إيه كهرومغناطسية طيب بالنسبة لي لو جيه سؤال قال لك أذكر أنواع الموجات الميكانيكية بس أذكر أنواع الموجات الميكانيكية في الحالة دي هنقوله عبارة عن إيه موجات طولية وموجات مستعرضة خلي بالك من السؤال ده لأن السؤال لو جيه في الشمول قال لك أذكر أنواع الموجات بس هتقول موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطسية لكن لو جيه السؤال قال لك أذكر أنواع الموجات الميكانيكية ما ينفعش ان انت تقول ميكانيكية وكهرومغناطسية لا هنقول موجات طولية وموجات مستعرضة وهنتعرض لها في حلقة النهاردة ان شاء الله لان الموجات الميكانيكية او شرح الموجات الميكانيكية والكهرومغناطسية زي ما احنا شرحناها في الصوت احنا بنشرحها في الضوء برضو وبنعرفك ايه هي الموجة الميكانيكية الطولية وايه هي الموجة الميكانيكية المستعرضة بس الضوء دايما بتركز كله على ان هو موجات ايه موجات كهرومغناطسية طب تعالوا مع بعض علشان نكتب مع بعض نرجع لشاشتنا الجميلة ونشوف تفسير الضوء بيقولك هي عبارة عن إشعاعات كهرومغناطسية تصدر عن الأجسام المضيئة لها زبزبات ذات مدى معين وتختلف باختلاف المصدر الضوئي طيب عندنا الموجات نبدأ بقى نعرف الموجات مع بعض علشان إحنا عارفين إيه عارفين إيه هي لما يجي سؤال يقولك إيه عرف الموجات وما هي أقسمها تمام؟ تعالوا نشوف الموجات هي الصورة أو الوسيلة التي تنتقل بها الطاقة من مكان لآخر عن طريق حركة هذه الموجات إحنا لما جينا في الصور تعرفنا الموجة قلنا وعبارة عن إحداث الطراب في الوسط لأن إحنا كنا بنتكلم على موجات ميكانيكية بمعنى إن إحنا لو جبنا حجر وقذفنا في الماء إيه اللي هيتم؟ هنلاحظ إن حصل الطراب في سطح الوسط اللي هي المية بعد كده بدأت تنتج عنه موجات الموجات دائرية عبارة عن قمم وقيعان وقلنا الموجات الميكانيكية اللي هي بتتكون من قمم وقيعان اسمها إيه؟ ركز معايا الناس اللي حضرت معانا الحلقة بتاعت الصوت قلنا الموجات الميكانيكية بتتكون من إيه؟ برافو بتتكون من قمم وقيعان يباحنا لما جينا علشان ديها استحدثت بفعلي قال يعني أنت مسكت الحجر وقذفته في المية تمام؟ أو أنت لما بتيت نزل البسيم وتقذف نفسك في البسيم إيه اللي بيتم؟ باللاحظ أن أحدث موجات الموجات دي بيكون مركزها مركز سقوط الجسم بينشأ عنه موجات الموجات دي بتبدأ تنتشر وتتسع لحد ما بتصطدم بإيه؟ بآخر حاجة وبتبدأ إيه تندسر تماما لكن أعلى مكان للموجة هو مركز سقوط إيه؟ سقوط الجسم أو منشأ الموجة نفسها بنلاقي فيه ارتفاع وانخفاض ارتفاع وانخفاض دي بنقول لها موجات إيه؟ مستعرضة وعرفنا الطول الموجي في الموجة المستعرضة قلنا هي عبارة عن المسافة بين قمتين اللي هي الجزء العالي دوت بين قمتين متتاليين أو قاعين متتاليين ده بالنسبة للموجة ايه؟ المستعرضة يبقى عندنا الموجات قلنا هنا يعبارة عن الصورة أو الوسيلة اللي بتنتقل بيها ايه؟ الطاقة تمام؟ الطاقة الصوتية بتنتقل عن طريق الموجات في حد فاكر يقول لي عن طريق الموجات طبعا ميكانيكية بس لان احنا بنعتبر ان الحاجات يعني الصوت لما بيصدر بيصدر عن نتيجة ايه الاهتزاز الاوطار اعجبنا لكم في الحلقات اللي فاتت عبارة عن شكر رنانة الشكر رنانة دي بمجرد ما طرقناها ايه اللي حصل اهتزت الاطراف بتاعة الشكر رنانة فانبعث منها موجات بنسميها موجات طولية الموجات دي نشأ عنها ايه نشأ عنها موجات صوتية الموجات دي بتنتقل الى الازن الازن دي بتبدأ تكبرها وبتوصلها ليه العصب السمعي ده بيوصلها للمخ وتبقى في الحالة دي موجات صوتية بنقدر ان احنا نسمعها اه ده اللي هو الجزء من الموجات المسموعة اللي احنا قلنا من عشرين لعشرين الف زبزبة في الثانية دي ات بنسميها الموجات المسموعة تمام طيب بالنسبة ليه احنا قلنا دي عبارة عن الموجات اللي هي المستعرضة اما الموجات الطولية قلتلك علشان ما تنسهاش وجبتلك المرة اللي فاتت عبارة عن سوستة معانا السوستة دي بتثبت احد اطرافها وبتشد الطرف التاني وتسبها بتلاحظ انها ايه بيحصل تضاغط وتخلخل تضاغط وتخلخل شوف ما بيحصلش قمة وقاع زي الموجات المستعرضة لا بيحصل تضاغط وتخلخل التضاغط والتخلخل ده هو مكون الاساسي للموجات الطولية ولذلك لما بنجي نعرف الطول الموجي في الموجة الطولية بنقوله اعبارة عن المسافة بين مركزي تضاغطين او مركزي تخلخلين متتاليين نرجع بقى لشاشتنا تاني ونشوف الجزئية اللي هي هنتكلم عليها اللي هي عبارة عن الحركة الموجية ايه هي الحركة الموجية على فكرة دي تعريفات ودازم تكتبها لاني ممكن تجيلك كسؤال في الامتحان يقولك المصطلح العلمي او يقولك عرف او اكمل كل الحاجات دي المفروض ايه تعرف الحركة الموجية هي التي تحدث في الوسط عندما يتحرك كل جزء من اجزاء حركة اهتزازية وبشرط ان تكون جميع الحركات الاهتزازية مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا تاما يعني بمعنى ان الموجة الطولية بتتكون مجموعة من التضغطات والتخلخلات اما الموجة المستعرضة هي عبارة عن مجموعة من القمم والقيعان دي عبارة عن الحركة الموجية هي التي تحدث في الوسط عندما يتحرك وزاج بنولا حركة موجية كل جزء من اجزاء حركة اهتزازية بشرط ان تكون جميع الحركات الاهتزازية مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا ايه تاما حتى نتمكن من فهم معرفة الحركة الموجية تجرى التجربة الاتية اسقط جسم صلب في ماء ساكن على سطحي قطعة من الفلين ديت على فكرة انت ممكن تعملها دلوقتي وانت قاعد في البيت هتجيب كباية او تجيب طبق وتضع فيه شوية مية بعد كده هتجيب قطعة من السفينج الابيض اللي هو او الفلين بنضعها على السطح بتاع الماء بعد كده بنسكت حجر في المية او اي جسم صلب في المية ايه اللي هيحدث هيحدث التراب في الوسط ايه اللي التراب ده بينشأ عنه ايه بينشأ عنه موجات موجات ايه بنسميها موجات مستعرضة ما هيش موجات طولية لان الموجات الطولية قلنا ايه نتيجة تضاوطات وتخلخلات اما الموجات المستعرضة قيمة مقيعات طب ايه اللي احنا هنلاحظه هنلاحظ اني الموجات بتتسح تمام وبتنتشر في اتجاه الموجة طب قطعة الفلين ايه اللي بيحصل لها بنلاحظ ان هي ما بتمشيش مع الموجة ده ثابتة بس عمالة ترتفع في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة وديك بتلاحظ زمان لما كنا نلعب بكورة وكورة تقع في الترعة او حاجة زي كده نقعد نخبط في المية علشان الكورة تيجي على الشط التاني عشان نجيبها نلاحظ ايه نلاحظ ان المية عمالة ترتفع وتنخفض لكن الكورة ثابتة زي ما هي لان ايه هي بتهتز اهتزاز عمودي على اتجاه الموجة مش في اتجاه انتشار الموجة الموجة بتنزل من تحتها وبتعدي هي دي الجزئية اللي احنا او اللي هو عايز يشرحها لك دلوقتي قلتلك هتجيب طبق وتضح قطعة من الفلين وبعد كده تسقط ايه تسقط اي جسم صلب في منتصف الطبق هتلاحظ ان حدث التراب وهو ده الموجة عشان انا بقولك اشراك اكتر من حاسة بيثبت المعلومة طيب الموجات دي لما هتنبعث ايه اللي هيحصل هتبدأ تتسع في صورة دوائر دوائر كده بتفضل تنتشر لحياة دي ما بتصطدم بجدار الاناء ويه وبتمدسر على كده وما بباش لها اي اثر لكن الموجات الكهروماغناطيسية خلي بالك العكس الموجات الكهروماغنصبتك بتختارك الاجسام لان انت ممكن يكون عندك تلفزيون عندك راديو التلفزيون والراديو جوه الشقة والشقة جوه البيت او في اوضة والاوضة جوه الشقة والشقة جوه بيت ومبنى ومش عارف ايه وانلاقيه شغال ليه لان الموجات الكهروماغناطيسية بتختارك ايه الاجسام اما الموجات الميكانيكية بتندسر بمجرد ما بتصطدم باي جزء ايه باي جزء اخر نشوف كده دي جايبين لك فيديو صغير كده علشان انت لو عملته في البيت عمرك ما هتنساهد ده عبارة بدل ما احنا بنسقط جسم صلب لا هنسقط قطرات من الماء لان الجسم الصلب هينزل على الكاز ده وتيكسره ايه اللي بيتم دلوقتي بمجرد ما النقطة بتنزل على سطح المية بيحدث الطراب في الوسط وبينشأ عنه الموجة ولذلك الموجة بنقوله عبارة عن احداث الطراب في الوسط ينشأ عنه اما قمة موقعان او تضغطات وتخلخلات ده بالنسبة للموجات الميكانيكية ايه اللي احنا شايفينه دلوقتي شايفين ان الجسم بيتز الموجات بتهتز بتنشأ الموجات وبتنتشر في صورة دائرية بتنتسر بمجرد ما بتصطدم بسطح الكاز احنا لو حطين قطعة من الفلين في المية ديت هنلاحظ ان قطعة الفلين مش هتيجي على سطح الكاز مش هتلتسك بسطح الكاز لأتفضل موجودة في المية بس ايه الموجة عما لا تعدي من تحتها وخلاص ده بالنسبة لي الجزء اللي هو ايه عايز اشرحه لك في الجزئية دي ده طبعا جزء برضو ليه اهتزاز الموجات في المية هنشوف كده مع بعض هوت ده عبارة عن اه موجات متتالية من البحر موجات دائرية لان عبارة عن قطرات من الماء او جسم صلب بينزل على المية بيحدث عنه موجات ايه دائرية دي موجات متدخلة مع بعضيها لان في اسقاط في كزا منطقة يعني عندنا يعني اكتر من منطقة هوت في بعض المناطق تحس ان الموجة فيها نشطة شوية لان ده المركز الموجة لسه مستحدث حديثا اما في بعض الموجات بدأت تضعف خالص اللي هي في المنتصف دي لان ايه احداث الموجة بقاله ايه بقاله فترة نشوف كده مع بعض ايه اللي احنا ملاحظينه بقى هو بيشرح لك هوت الجزء اللي انت شفته عملي بيقولك يضطرب سطح الماء حيث ترتفع بعض اجزاء وتنخفض اجزاء اخرى اللي احنا بنسميه ايه القمة والقاع اللي هي قمة الموجة وقاع ايه الموجة طيب مكونة دوائر مركزها موقع سقوط الجسم الصلب احنا بنقول بمجرد ما بنسقط اي جسم بيبدأ ده بيعتبر مركز ايه مركز الدوائر او مركز الموجات اللي احنا بنقول عليها طيب تاني حاجة ان قطع الفلين بتهتز من الماء ارتفاعا وانخفاضا لكنها لا تنتقل مع الموجات الدائرية معنى ايه الكلام ده ان هي بتهتز اهتزاز عمودي على ايه على الموجات تهتز اهتزاز عمودي على الموجات ولذلك الموجات بتنزل من تحت قطعة الفلين وبتمشي ويريد انت تعملها علشان متنسهاش في البيت معانا دلوقتي تالت حاجة اتساع الموجات الدائرية مع انخفاض ارتفاعها تدريجي يعني احنا بنقول ان اعلى اعلى ارتفاع للموجة بيكون في مركز سقوط ايه الجسم او مركز سقوط الشيء اللي هيحدث ليه الموجة دي سواء بقى حجر سواء جسم سواء جسم صلب سواء قطرة ماء اي حاجة من الحاجات دي بيكون ده اعلى ارتفاع ايه للموجات الدائرية بتبدأ تنخفض ارتفاعها تدريجي كلما بعدت عن الدائرة عن المركز وذلك حتى تتلاشى ممكن تتلاشى قريبا اذا كان الايه الاناء اه مساحته ديئة فهيصطدم بجدار الاناء فتتلاشى بسرعة لكن اذا كان الاناء واسع هي تفضل تتسع تتسع لحد ما بتندسر برضو ايه في النهاية نتيجة لانخفاض ايه ارتفاعها تدريجي نعرف بقى بعد كده الموجة زي ما احنا عرفناها في الموجات الميكانيكية وانها هي عبارة عن اضطراب لحظي ينتقل من الوسط المحيط بمصدر الاضطراب كل اللي احنا عملناه في الكاس واسقطنا جسم صلب كل اللي احنا عملناه ان احنا احدثنا ايه اضطراب في سطح الوسط يبا الموجة هي اضطراب لحظي ينتقل من الوسط المحيط بمصدر الاضطراب ويتضح هذا المفهوم عن الموجة من تحرك قطع الفلين في المثال ايه السابق طيب عندنا بقى انواع الموجات ودي الجزئية المهمة اللي احنا بنتكلم عليها لانه قلت لك لو جالك سؤال في الجزئية دي بالذات قال لك اذكر انواع الموجات بس يبقى في الحالة دي هتقول موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطسية لكن لو جاء قال لك اذكر انواع الموجات الميكانيكية هتقول عندنا موجات طولية وموجات مستعرضة الموجات الميكانيكية كنا بنتكلم عليها في وحدة الصوت اما الموجات الكهرومغناطسية هي دي اللي هتركز عليها في حلقة النهاردة في وحدة ايه الضوء تمام دلوقتي عندنا انواع الموجات قبل احنا من نقلب ونجيب الشريحة طبعا احنا عملين نقولها وقلناها في الحلقة بتاعت الصوت قلنا الموجات هي موجات ايه ميكانيكية وموجات ايه كهرومغناطيسية كهرومغناطيسية يعني بتتكون من مجال كهورابي مع مجال ايه مغناطيسي كهرومغناطيسية اما الميكانيكية عشان بتستحدث او بتنتج نتيجة لفعل آلة معينة ممكن انه يكون مسكت حجر قذفته او سوستة شدناها او وطر عملنا له مثلا عملية اهتزاز نتج عنه صوت او شوكر رنانة عملنا لها عملية طرق للشوكر رنانة فبدأت تهتز نتيجة للاهتزاز ده والتولد عنه موجات طولية الموجات الطولية اللي قلنا بتتكاوم من تضغطات وتخلخلات نتج عنها ايه الصوت اللي هو عبارة عن ايه الصوت المسموع اللي احنا بنسمعه هنشوف كده مع بعض ايه هي انواع الموجات نرجع بقى لي الشاشة بتاعتنا ادي موجات ميكانيكية موجات الميكانيكية بتنقسم الى ايه موجات طولية وموجات ايه مستعرضة وقلتلك لما يجي السؤال يقول لك اذكر انواع الموجات الميكانيكية نقول موجات طولية وموجات ايه مستعرضة طيب نشوف بعد كده ادي رسمه هيت معنا للموجات الطولية والموجات المستعرضة اللي هي موجودة على قدين الشمال اللي هي الزرق دي عبارة عن موجات ايه موجات طولية اما اللي هي على اليمين موجات ايه مستعرضة الجزء اللي مضاء دهوت ده عبارة عن مركز تخلخل مركز تضاغط مركز ايه تضاغط ده مركز تخلخل احنا دلوقتي بنركز على الموجات ايه الطولية ده مركز ايه تخلخل شايفين ان السوستة كانت منفرجة في المنطقة ديت وديت عبارة عن الطول الموجي اللي هو عبارة عن المسافة بين تضاغطين او مركزي متتاليين ده المستطيل ده كان على دول مركزي تضاغتيني مركزي ايه تضاغتيني وده الطول ايه الموجي ما تنساش وده مركزي تخالخليني برضو ده الطول الموجي لان الطول الموجي في الموجة الطولية هو المسافة بين مركزي تضاغتيني او مركزي تخالخليني متتاليين نسيبنا بقى من الموجة الطولية اللي هي الشمال دي نخلينا في الموجة المستعرضة اللي هي اليمين لو شفنا الموجة المستعرضة عبارة عن قمة موقعين اللي بيضيق دلوقتي بالأحمر دوت ده قاع الموجة قاع الموجة أما الجزء اللي هيضيق من أعلى ده بنسميه قمة الموجة أيوا بالزبط كده شوف عيدنا قمتين بنوروا مع بعض قمتين أو قاعين متتاليين ودول اللي احنا بنقول عليهم طول الموجة أما النصف الطول الموجة هو عبارة عن مسافة بين القمة اللي بتضيق دلوقتي والقاع اللي هو بيضيق دلوقتي تمام؟ ده عبارة عن إيه؟ نصف الطول الموجة والمسافة بين القمة والقاع أو المسافة بين مركز تضاغط ومركز تخلخل ده في الموجات اللي هي الطولية شايفين الموجات المستعرضة هذه اللي بينور دلوقتي اللي هو القاع واللي كان بينور قبل كده القمة دي قمة الموجة وبعد شوية كده هينور عندنا تحت اللي هي قاع الموجة والمسافة بينهم هي نصف الطول الموجي نصف الطول إيه؟ الموجي ده بالنسبة للنحية الشمال اللي هي الأزرق بالضيق أبيض دي موجات إيه؟ طولية والتانية دي موجات إيه؟ موجات مستعرضة احنا يا ريت نخلي بالنا من الجزئية ديه لأن دي مهمة وعليها تعريفات كتيرة أو زي ما احنا قلنا عرف الطولة الموجة الطولية بنقول هي عبارة عن الموجات التي تتكون من تضغطات وتخلخلات طب الموجات المستعرضة هي عبارة عن الموجات التي تتكون من إيه؟ من تضغط من قمم وقيعان طب إيه هو الطول الموجي في الموجة المستعرضة؟ أها هي الظهر قدامنا هو المسافة بين قاع عيني أو قمتين متتاليين ديه في المستعرضة أما الطولية الجزء العمالي ينور باللابيض ده هو عبارة عن المسافة بين مركزي تخلخليني أو مركزي تضغطين متتاليين شوف كذا تعريف موجودين في الرسمة ديه وزي ما أنا قلت لك الشراك أكتر من حاسة بيثبت إيه المعلومة نشوف بقى الجزئية اللي بعد كده دي عبارة عن إيه؟ عن موجات إيه طولية هنشوف كده مع بعض ديت عبارة عن موجات إيه؟ دي موجة طولية دي عبارة عن سوستة السوستة ديت احنا عملنا له تضغط وتخلخل شدناها سبتنا أحد طرفيا وروحنا شدنا شايفين دي سوستة هنشوف تضغط تخلخل تضغط تخلخل نفس الرسمة اللي فاتت اللي احنا كنا جايبينها اللي هي الرسمة الزرق سواء الرسمة اللي فوق أو الرسمة اللي تحت ديت بتمثل الموجة إيه؟ الموجة الطولية وليست الموجة المستعرضة ده عبارة عن أيه؟ عن الموجات الميكانيكية بل موجات الميكانيكية قلنا عبارة عن موجات طولية وموجات مستعرضة قلنا بالرسمتين اللي احنا عملناهم او الرسمتين اللي انتوا شفتوهم بالاضاءة اللي كانوا بينوروا بيها هنعرف منهم ايه هو الطول الموجي في الموجة الطولية ايه هو الطول الموجي في الموجة المستعرضة ايه هي الموجة الطولية ايه هي الموجة المستعرضة ايه نصف الطول الموجي شوف كذا تعريف من رسمة بسيطة جدا لو سبتت في ذهنك او في عقلك عمرك ما تنسها حتى يوم الامتحان لأنه زي ما أنا قلت لكم إشراك أكتر من حاسة بيثبت المعلومة المعلومة اللي احنا خدناها في العمل أيام الجامعة وعملناها داخل المعمل فعلا ما نسنهاش لحد دلوقتي فأنت دايما تركز أن كل معلومة تحاولها إلى شق عملي أو جزء عملي حاجة تفتكرها بها ولذلك لأن الامتحان دايما احنا عارفين الامتحان دايما بيبقى له رهبة في طلبة كتير بيخشوا الامتحان يقولك أنا نسيت كل حاجة لكن لو الحاجة مهارية عملتها بإيدك وهو ده الاتجاه دلوقتي للتعليم الفني اللي هو منظومة الجدارات اللي احنا بدئين ننفذها وفي طلبة هتتخرج السنة دي إن شاء الله دبلوم تحت منظومة الجدارات دول هيبقى لهم شأن عظيم في الارتباط بسوء العمل لأنها هيطلع جدير بمهنة معينة أو بخاصية أو مهارة معينة هيكون هو جدير بيها هيبدأ يشتغل بيها في سوء العمل سواء في مصنع أو في مزرعة أو حاجة من الحاجات دي ومنظومة الجدارات طبعا هتعامن بعد كده على جميع المدارس في الجمهورية علشان نحاول بقدر الامكان نغير فكرة التعليم الفني تماما اللي هي عبارة عن فكرة أن الطالب يطلع جدير بمهنة معينة يبدأ يلاقي له وظيفة في سوء العمل أو ارتباطه بسوء العمل نشوف مع بعض كده الجزئية اللي بعد كده اللي هي الموجات الكهرومغناطسية وهي دي الجزئية المهمة بالنسبة لنا في حلقة اليوم اللي هي الموجات الكهرومغناطسية الموجات الكهرومغناطسية إيه هي؟ لما يجي يقول لك عرف الموجات الكهرومغناطسية هي عبارة عن موجات تنشأ عن اهتزازات دورية ولكن الشيء الذي يتزله طبيعة كهربية وليست مادية اللي لها خاصية مادية أو طبيعة مادية دي بنقول عليها موجات ميكانيكية أو موجات مستعرضة لكن هنا بيقولك الموجات الكهرومغناطسية عبارة عن موجات تنشأ عن اهتزازات دورية ولكن الشيء الذي يتزله طبيعة قهربية وليست طبيعة مادية وتنشأ من حركة الإلكترونات تنشأ من حركة الإلكترونات والإلكترونات دي لها طبيعة كهربية يعني بتحمل شحنة سالبة وتوجد أنواع كثيرة مختلفة من الموجات الكهرومغناطيسية بتختلف في خواصها وطول موجاتها وزبزبتها الموجات الكهرومغناطيسية دي لها أهمية كبيرة جدا في حياتنا وهنقولها دلوقتي إن شاء الله طيب إيه رأيكم؟ هنذكر بعض الموجات الكهرومغناطيسية وقلنا علشان نذكر الموجات الكهرومغناطيسية دي لابد أن احنا نعملها في صورة جدول علشان نقدر نميز بين كل موجة وموجة من هذه الموجات الموجات الميكانيكية عندنا نوعين بس موجات طولية وموجات مستعرضة أما الموجات الكهرومغناطيسية عندنا أنواع كتيرة من الموجات الكهرومغناطيسية نشوف أول حاجة عندنا من الموجات الكهرومغناطيسية موجات الراديو وقلنا خواص الموجات الكهرومغناطيسية إنها بتختارك الأجسام وهنقولها دلوقتي وهنكتبها برضو مع بعض اول حاجة عندنا احنا عملناها في صورة جدول علشان تبه حاجة ظريفة وجميلة ما تنسهاش نوع الموجة موجات الراديو طب طول الموجة طبعا قلنا بتختلف الموجات عن بعضها في طول الموجة والزبزبة اللي هي بتنشأ عن هذه الموجات طي طول الموجة في عندنا موجة طويلة موجة متوسطة موجة قصيرة الزبزبة عندنا من 200 ألف إلى 30 ألف مليون يعني ديت عبارة عن ايه الزبزبة نفسها ولذلك دايما في موجات الراديو يقولك احنا بنبث بالإزاع يعني ايه بطول موجة كذا بموجات طولها الموجة كذا وزبزبتها كذا تمام طيب ديت موجات غير مرئية موجات ايه غير مرئية لأن الموجات المرئية اللي هي بنقول عليها اللي هو الضوء الأبيض اللي احنا بنشوفه أما الموجات الغير مرئية ممكن تكون موجات الراديو وفي حد بيشوف الموجات وهي داخل الراديو عشان يصدر لنا الصوت طبعا لا موجات التلفزيون طبعا لا الموجات عندنا موجات بقى زي موجات الليزر وموجات تحت الحمراء والموجات الفقبة نفسجية دي عبارة عن موجات برضو موجودة من أنواع الموجات هنقولها وهنقول طول الموجة فيها قدية والزبزبة قدية نشوف الجدول التاني نوع الموجة عندنا اللي هي موجات الأشعة تحت الحمراء وموجات الأشعة تحت الحمراء دي بتستخدم فيه الجلسات الكهربية بنقول عليها الجلسات الكهربية نتيجة للعلاج الطبيعي اللي بيستخدموه الأطباء طول الموجة دي من 7600 إنجستروم إلى 1 ملي متر طيب الزبزبة هنا أكبر من زبزبة الراديو دي تأثيرها حراري دايما احنا بنقول بيقولك دايما هنعمل أشعة موجية أو موجات أو علاج بالعلاج الطبيعي عن طريق الموجات تحت الحمراء أو بالأشعة تحت الحمراء علشان دي بتنبعث كمية من الحرارة بتساعد فيه علاج في العلاج الطبيعي خاصة للأعصاب الجدول التالت هي عبارة عن موجات الأشعة فوق البنفسجية يبقى عندنا موجات الراديو موجات أشعة تحت حمراء والأشعة الفوق البنفسجية الأشعة الفوق البنفسجية أقل من 4000 إنجستروم الزبزبة بتاعتها بتكون أكبر من الضوء المرئي تصدر من الشمس أو من القوس الكهربية والموجات الأشعة فوق البنفسجية دي من فضل ربنا علينا إنها ما بتنزلش كلها إلى الأرض لو نزلت هتعمل مشاكل كتيرة جداً فبالتالي بتكون فيه طبقة الأزون طبقة الأزون دي بتحجز كمية كبيرة من الموجات أو الأشعة فوق البنفسجية وأيضاً الأشعة تحت الحمراء عندنا بعد كده نوع الموجة الجدول اللي بعد كده اللي هي موجات الضوء المرئي أو الأشعة المرئية لأنه عندنا أشعة غير مرئية وأشعة إيه مرئية دي الطول الموجة بتاعتها من 4000 إلى 7600 إنجستروم اللي الزبزبة بتبه من 430 إلى 750 مليون مليون اللي هو التريليون يعني إيه هي الملاحظات بتاعتها إن الضوء المرئي بيتكون من 7 ألوان طب نشوف كده مع بعض الجدول اللي بعد كده نوع الموجات اللي هي موجات أشعة إكس طول الموجة فيها بيكون من 10 إلى 1 إنجستروم الزبزبة أكبر من فوق البنفسجية لها خاصية اختراق المواد بدرجات تتوقف على طولها الموجة احنا عارفين من موجات أشعة إكس ديت ممكن بتستخدم أيضا فيه الطب وفيه الزراع وفيه حاجات كتيرة قوي من أمور حياتنا يعني عندنا موجات أشعة جاما طول الموجة من 1 من 100 إنجستروم الزبزبة أكبر من أشعة إكس مصدرها اللي هي العناصر المشاعة الطبيعية والصناعية دي موجات أشعة إيه جاما طيب نشوف بعد كده الجدول اللي هي موجات أشعة الليزر وهي ديت اللي مهمة بالنسبة لنا لأن احنا بنستخدمها في الزراعة وبنستخدمها في الصناعة وبنستخدمها في حاجات كتير قوي طول الموجة فيها بيكون حوالي 1000 إنجستروم الزبزبة بتاعتها بتكون مش معروفة خالص لها قدرة عالية على النفاذية وهي أشعة إيه مستقيمة دي أشعة الليزر بنشوف بقى أهمية أشعة الليزر بنركز عليها لأن ديت لها قصية مهمة جدا عندنا بنقول هي أشعة كهروم مغناطسية مثل أشعة الضوء العادي ولكنها تختلف عنه في كونها أشعة متربطة ومتمسكة وزاد طول موجي موحد وشديدة التركيز طبعا إحنا عارفين الموجات أشعة الليزر زي الإقلام اللي احنا بنشتريها من المكتبات ديت اللي هي بتدي ألوان ممكن يكون أزرق أو أخضر هو دايما أشعة الليزر بيكون لونها أزرق خفيف ديت بتنتقل في صورة حزمات ضوئية مستقيمة وبتكون مترصة بجوار بعضها يعني ما بيحصل لهاش تشتيت يعني لو جبنا كشاف أشعة عادية سواء الأشعة لدة أو أي أشعة من الأشعات وبنبدأ ننور الكشاف بنلاقي الأشعة بتنتشر لأن هي بتسير في اتجاهات مختلفة أما أشعة الليزر علشان عبارة عن حزم ضوئية بتسير في خطوط مستقيمة بنلاحظ أن شعاع الليزر ممكن يوصل لمسافات طويلة جدا وبيبقى دقيق جدا دايما إحنا بنحذر أبنان الطلبة لأن في بعض الطلبة بيمسك الكشاف بتاع الليزر ويجي يضربه في عين زميله ولا الكلام ده ده ممكن يعمل انفصال في الشبكية وده هنتكلم عليه برضو أيضا في جهاز الإبصار في الإنسان اللي أعتبر إحدى حلقات وحدة الضوء لأن طبعا إحنا عارفين أن العين بتتكيف على حسب مصدر الضوء اللي هو المنبعث دي أنت بتلاحظها لو دخلت غرفة مظلمة أو دخلت دار سينما أو مصرح أول ما بتجي تخش وأنت خارج من ضوء كبير أول ما بتخش تحس أنت منتاش شايف حاجة خالص لأن الحدقة بتاعت العين بتبقى ديقة جدا بره في الشمس علشان ما تدخلش كمية إضاءة كبيرة فتعمل مشكلة في الشبكية بتاعت العين أو العصب البصري ومجرد ما تخش بتتكيف العين على حسب كمية الضوء اللي هي موجودة وبتبدأ أنت تشوف بقى الكراسي تشوف الطرقة تشوف الحاجات دي كلها ما بتبقاش في مشكلة بالنسبة لك أما العكس بقى لما بتجي تخرج بتحس أنت إيه بتحط إيدك على عينك بسرعة لأن بتحس بزغلالة كده ودوخة لأن كمية الإضاءة الخارجية كمية كبيرة فأنت عايز تحجز كمية الضوء دي ما تخشش على الشبكية أو العصب البصري فتعمل عملية إيه مشكلة انفصال شبكي أو حاجة زي كده فإحنا دايما بنحذر أبنانا الطلبة وخاصة بالليل بالذات ما تستخدمش فلاش كاميرا ما تستخدمش كشاف وخاصة كشاف الليزر في عين زميلك على طوله خاصة بالليل لأنه هو ماشي بالليل بتبقى الحدقة بتاعت العين بتبقى مفتوحة على الآخر عشان تزود له الرؤية أو تدخل كمية كبيرة من الأشعة فعلشان يشوف كويس بالليل فمنجرد ما أنت تعمل ضوء الفلاش أو ضوء أي مصدر ضوئي قوي ممكن فعلا تسبب له مشكلة وتعمله انفصال في الشبكية طبعا الأطباء بتوع الرمض قدرى بينا في الحتة دي تعالوا مع بعض نرجع لشاشتنا تاني ونشوف الكلام المكتوب وياريت نحن نكتبه علشان ما ننسهوش الأشعة الليزر قلنا هي أشعة كهروم مغناطسية مثل أشعة الضوء العادي ولكنها بتختلف عنه في كونها أشعة متربطة ولذلك احنا بنقول بتسير في حزم ضوئية متربطة مع بعضها ومتمسكة وذات طول موجي موحد وشديد ايه؟ وشديد التركيز وأن شعاع الليزر بينطلق من مصدره على حزمه رفيع جدا تسير في خط مستقيم وهذا التركيز الشديد يجعل لها بريق لامع دايما بنلاقي ضوء أشعة الليزر بيكون ايه؟ شديد قوي ولامع ومجرد ما بنجي نركز على مكان أو حائط أو حاجة زي كده بنلاحظ ان هي بمدي ضوء ايه؟ شكله جميل ولوه بريق كده اللي هو اللون الأزرق استخدامات أشعة الليزر في الزراعة هنقولها بسرعة كده تسوية الأرض الزراعية وكذلك في رصف الطرق بتستخدم في عمليات المسحة التوبغرافي لسطح الأرض ده اللي هي أهم حاجة اللي هي استخدامات أشعة الليزر زي ما احنا قلنا بتستخدم في الطب وتستخدم في الصناعة وتستخدم في الزراعة احنا دايما عارفين ان الوقت بيدهمنا بنشكركم على حسن الاستماع وبنشكر أيضا أسرة البرنابج بنشكر جميع السادة المشاهدين اللي بتابعونا من خلال قناة مصر للتعليم الفني ودائما بنتمنى لكم النجاح والتوفيق كان معكم السعيد جودا محمد كبير معلمي الفيزياء بوزارة التربية والتعليم نشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة